لا يرضى من الحياة بالعيش السهل ولا يقبل من النجاح أيسر يأخذ الحياة على محمل الجد منذ وعى وجوده فيها رغم كل ما لاقاه منها من نفور وتجاهل ولا مبالاة وفي التعليم كما في الحياة لم يكتفي عبد الرحمن بتسجيل حضور باهت ولا بتواجد خجول في المقاعد الدراسية المتأخرة متى سمحت له ظروفه الصحية بذلك بل اختار أن يكون في المقدمة والصدارة على الدوام بحكم أنني من أوالج مهورية الذي كنت ذاهبا إلى دولة ألمانيا لدراسة الطب البشرية حتى يتسنى لخدمة شريحة معينة وهي مرضى الثلاثمية الدم الوراثي دفعه مرضه إلى اتخاذ قرار بدراسة الطب لمعالجة مرضى الدم الوراثي وحصل على منحة دراسية إلى ألمانيا بعد أن اجتاز امتحان الكفاءة بيدارة في العام الفين واثني عشر من بين الف وخمسمائة طالب وطالبة هنا في حي الأندلس بصنعاء حيث سكنه الجامعي التابع لمحافظة الطالة كان عبد الرحمن يقضي مع زملائه أجمل الذكريات بينما يستعد للسفر إلى ألمانيا بعد أن استكمل دراسته للغة الألمانية لمدة عام كامل غير أن الميليشيات الحوثية قطعت طريقه وداهمت سكنه الجامعي واعتقلته مع عدد من رفاقه واغتالت حلمه وأحلام اليمنيين منحة دراسية هناك تعنث كبير جدا بحكم غياب كثير من قبل التعليم العالي بحكم أنني تأخرت في الدراسة والذي كنت أهتم في مجال صحتي اليوم أبحث عن حل مشكلتي من قبل التعليم العالي كوني مستحق وكوني من أحد أواء الجمهورية عام 2010 تدهورت حالته الصحية جراء الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له مع أن طبيعة مرضه تقتضي أن يكون قيدا الملاحظة الطبية الدقيقة والرعاية الصحية الفائقة لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى كاد أن يفارق الحياة لولا أنه كان من المسبحين في العام 2017 استطاع الإفلات من قبضة الموت ومطاردة الحوثيون وملاحقتهم له من خلال دخوله إلى تركيا لتلقي العلاج حيث أجريت له سبعة عشرة عملية من بينها عمليتين زراعة للنخاع العظمي من قبل متبرعين تركيين فشلت الأولى فيما نجحت الثانية وبفضلها أصبح يعيش الآن حالته الطبيعية لا فرق بينه وبين الأصحاء في مدرسة الحياة تعلم عبد الرحمن صالح كيف يستعيد أنفاسه من جديد وكيف يداوي جراحة ويواسي نفسه بنفسه وكيف يهزم الموت وإن هزمته الحياة أحيانا يجيد عبد الرحمن اللغة التركية والألمانية والإنجليزية وهذا ما مكنه من الانفتاح أكثر على الحياة والاعتماد على نفسه واستثمار قدراته بخطا واثقة وتحركات مدروسة يشق عبد الرحمن طريقه نحو المستقبل مؤكدا أن المرض ليس حكما بالإعدام وأن التكسر لا يعني التعثر وأن فقراء الدم أثرياء في الإرادة والعزيمة والتحدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر